السلام عليكم اتمنى الفيديو دي يلقاكم صحة جيدة وفي احسن احوال فيديو دي اليوم هو واحد بيزا سهلة تجي رائعة طريقة تحضر ديالها سهلة وكذلك المكونات تبعوا معي حتى الاخر مشوفوا طريقة التحضر والمقادر هنا عندي الفرص 150 جرام هذا مشكنزي لها واحد 50 جرام ديال دقيق الفينو مع القاة كبيرة ديال سكر ساندة سوف نزيد كذلك مع القاة كبيرة ديال خميرة الخبز هنا الملحة اللي كتبقى على حسب الكيمية اللي راكم دايرين وغادي نزيد زيت الزيتون هنا درت تقريبا اربعة مع القاة هنا غادي نعجنوها كيف ما كتبقى تشوفوا معي بالما يكون دافي العجينة كيف ما كتبقى هنا مبعد ما كتبقى كد هنا بشوية ديال الزيت وكن خليها حتى كتبقى حتى كيتضاعب الحجم ديالها حتى كتبقى تخمر لينا مزيان هنا كيف ما كتبقى بعد ما خمرت ليها غادي نبسطها هنا وغادي ندير واحد رشيشة ديال الدقيق هنا دقيق هنا الفين ودرت من جوايب جوج ومن بعد غادي نسرحها واحد شوية هنا غادي ندير ناغي واحدة كبيرة كيبقى لكم اختيار صوان واحدة كبيرة ولكتديروهم فرديين صغارين غادي نبسط فيها غادي ندير خصوصا من الواسط والجوانب ما غاديش نقرسهم غادي نخليهم بشكية جيني منفوخة من الجناب هنا كيف ما كتشوفوا معايا وبعد مدرتها في اللطاء كان عاود نزيد ثاني نقرس من الواسط ودوك الجنيبات كان نخليهم هكا كاغلادين واحد شوية هنا غادين بعد ما نكمن غادي نتكهب بالفرشيد جناب ما غاديش نقرر بليهم سافي هنا من بعد ما كملتها غادي ناخد هنا صلصة طماطم غادي نندهنها كاملة بالصلصة كيف ما كتشوفوا معايا من بعد هنا غادي ندير واحد رشيشة دي الفخوماج غادي نزيد هنا البصل دوائر بالنسبة لحشوك تبقى اختيارية على حسب اللي متوفرة عندكم وباش انتم ما تتفضلوها ويما أنا غير اللقع اللي عندي قضيت بي هنا زيت كذلك الفلفلة خضرة من بعد زيت شوية ديال الطون مسمحوا لي ما تسجلاتش وزيت كذلك هنا لازون شوية اللي كنتم صوبها هون من قبل هاد لازون شوية كيجوف البيزة زوينين بزاف سافي من بعد ما غادي نكملو غادي نديروا رشاء ديال الفخوماج وغادي نزيد هنا شوية ديال الزيتون الأسود وفي هذا الوقت سوف نسخني الفرن على درجة حرارة 120 من فوقه لتحت حتى يسخن مزيان حتى ندخل البيزة وكتنزوينة 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 هنا كيف ما تشوفون بعد ما خرجتها غادي نقطعها وغادي نوريكم كيفاش كتنزوينة كيف ماشتوا طريقة تحضير سهلة وكذلك المكونات حتى يمتوفرة في كل بيت والعجين كيجي ناجح بزاف نتمنى تجربوها وتشاركوها مع الأصدقاء ديالكم عندما كيف ما كتشوفوا معايا راه العجين كيجي رائع بزاف بزاف نتمنى الاقتراح دياليومينة الاعجاب ديالكم وتشاركو الوصفة مع الأصدقاء ديالكم ما تنسونيش من لايكات ومن تعليقات ديالكم خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله